اهريك ان الجريدة دي استلموها كيف انا استلمتهم بالمناسبة انا استلمتهم الصحيف المغر والله بطريقة مخجلة انا والله يعني غناتنا دي مشاهدة جوه وبره والله بخجل اقوله قدام اجاني الساعة بعد صلاة المغرب جاني الاخ راشد قال له استاذ يا اخي في ناس تحت قالوا دارين استلموا الجريدة الوقت كان متأخر والاخ ضياء ما كان موجود والادارة كانت مشتنا الناس في الادارة انا نزلت اليوم في الاستقبال لقيتم مجموعة من العساكر واكفين في الاستقبال السلام عليكم يا جماعة مرحب خير ان شاء الله فيشنا دارين استلمى الصحيف كيف دارين تستلموا الصحيف انتم منو والله احنا مرسلين الناس لجنية التفكيك التمكين وقال له يا اخي استلموا الصحيف طيب في خطاب شفاهة فقط شفاهة في خطاب لا طيب لكن كده مع المسألة دي خطرة بالنسبة لي وليكم يعني كيف انا اسلمكم وحاجة بدون يعني انتم منو قالوا لي انحنا اسم باحث طيب اوكي قضيت الطرف عن الخطاب فيما يثبت انكم غوات نظامية انا بسق في غواتنا النظامية فيما يثبت دون اي حاجة فعلا نفهم اتنين طلعوا بطاقاتهم خلاص كده نطمع النات طيب يا الله رحكم انا سلمكم الصحيفة دي حسلمكم لا قسم قسم كله قسم بمحتويات الاجهزة فيه اموال في الخزينة وفيه بعمل اتصالات بالمحاسب بشوف الاموال الكم الموجود بجيب الشؤون الادارية نعمل الرصد للاجهزة غالية جدا وفي اساسات انا نسلمكم وانتو مش بتقولوا ده مال عام لازم المال العام ده تستلموا بشكل احترافي عشان بعدين ترجعوا له الشعب السوداني زي ما هو قام قال لي لا انت عندك بس عشر دقايق طلع لي الناس ديال قلت لي لا قال لي ما في زمن قلت لازم هنشلو ده مش شغلك انت مجدار تستلم الصحيفة انك قعد نسلمك ليه بكرة من قال هذا هذا الاسكر ايوة واحد فيهم بتخطب معي كده قال لي ما في زمن قلت لك ايوة ما في زمن ما ده شغلك وانا بتفرغ ليك باقي الليل ده اسلمك الصحيفة دي من الكرسي للطرابيزة للجهاز للقروش والعربات احنا عندنا العربات شغالة برا انا اسلمك انا احرص منك على مال الشعب السوداني استلمة مني بشكل مهني قال لي يا اخي في النهاية قال ليش انو قال له استاذ يا اخي انت ما ملاحظ كلامك بقى كتير طبعا دي اللغة احنا بنفهمه يعني خلاص وصل معاي مرحلة انو تاني ما دار يتفهم معاي عناش عما يكون في عيق قلت له هلا والله يا اخي انا ما عرف كلامك كتير لكن انا كنت قاعده لكن انت فعلا دار تسلم دار تستلم على الشعب السوداني وتسلموا اللي جهة مسؤولة لكن انت دار تستلموا بالطريقة دي اوكي قفلوا البابين دي شقلوا الباب ده بس انا قاعد فرشوا سجاداتهم جرقتهم بس غير غير انو سلمتهم مفتاح ما سلمتهم اي حاجة هسا الان الاخوي دي بتكلم عما على الشعب السوداني هما على الشعب السوداني بس تلقوا بالطريقة دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة